ترجمة نانسي قنقر موجود حالياً بفرنسا وكنت قد قمت بزيارة إلى ألمانيا قبل وصولك هنا إلى بروكسل كل المسؤولين التونسيين موجودون خارج البلاد كيف تفسر هذه الحركة؟ ببساطة إننا نريد خلال هذه المرحلة أن نعرف بما يحدث في تونس فقد مررنا بظروف صعبة وبات من المهم أن نظهر صورة عن تونس تتحرك وتنشط عبر مختلف الجهاد عن تونس جديدة تطمح للاستقرار وتبين عن أنها مكان خصباً للاستثمار وللسياحة أيضاً ثم نعطي وجهة نظرنا ونشرحها بشأن ما يجري في المنطقة التقيت بالمستشرة الألمانية أنجيلا ميركل هل صحيح أنك طلبت من ألمانيا أن تساعد بلدكم في حماية حدودكم من الهجمات الإرهابية أو صد الإرهاب القادم من ليبيا؟ للمانيا خبرة واسعة في مراقبة الحدود وإدارتها وبات التونس بحاجة ماسة إلى تعزيز السيطرة على حدودها ثم أن ألمانيا تظل شريكاً محورياً نتناقش معها في هذا الإطار وفي غيره أيضاً أي نوع من المساعدة اللوجستية تريدونها من ألمانيا؟ بالأحرى تعزيز تقني فنحن نتحدث عن المعدات وعن الوسائل التقنية وعن الخبرة فنحن لدينا الموارد التي تنسجم مع مختلف التقنيات وفي هذا المذمار نحن نعمل مع ألمانيا كما نقيم شراكة مع دول صديقة أخرى أيضاً هل تخشون من المد الأصولي القادم من ليبيا؟ أنا بصدد إضاء سورة عن تونس تقوم بترتيب بيتها من الداخل ونحن نتقدم في هذا الاتجاه برغم الصعوبات يحياناً لكننا نحن نسير على الجادة وبتقدم ملحوظ ومؤمن على كل حال فنحن في ظرف نتصور عبره أن منزل الجيران غزتها الألسنة اللهب وبالتالي ينبغي علينا أن نحمي بيتنا من الحريق كما أننا نبين عن رغبتنا واستعدادنا لما يطلبه إخوالنا الليبيون لمساعدتهم على إخماد النار الأمر لا يتعلق إذن بالخشية هناك منطق عقلي يقضي بوجود مشاكل وبؤر نزاع بالقرب منها ومن ثم بات ضرورياً نحمي أفسنا بشكل فعال ونتقل الخطوات اللازمة لصد الخطر الدهم تحدثت عن النار وهي لا تشتعل في ليبيا فقط بل بعيداً عنكم في العراق وسوريا وقد شهدنا تزايد تدفق الأصليين التونسيين نحو سوريا هل تمكنتم من وقف هذه الحركة الجهادية؟ في الواقع يعتقد أننا عملنا بمثابرة منذ أشهر من أجل وقف تدفق الجهاديين وقد نجحنا في تقليل العدد على الرغم من وجود مقاتلين تونسيين أو حتى غير تونسيين في سوريا وأدركنا حجم الأضرار بسبب تكتل كثير من الجنسية هناك ونحن نعمل مع جراننا من الدول الصديقة التي تأثرت بسبب المشكلة أو تعاني منها في محاولة لمجابهة صد المد وحماية النفس من عواقبه في هذا الصدد أشير إلى ما ذكرته آنفاً عن ضؤر التوتر وهنا تبرز أهمية دعم التجربة التونسية لتحقق النجاح وإعطاء فرص لهؤلاء الشباب لذلك ينبغي أن نعمل من أجل إنجاح التجربة التونسية قررت تونس فتح مكتب إداري للتونسيين المتواجدين بسوريا حالياً وماذا عن فتح السفر هناك؟ تتم الأمور حسب الضرورة وأعتقد أن الحاجة ماستن اليوم لنا مد يدنا لمواطنين الموجودين في سوريا ومساعدة الدولة باتت أمراً حتمياً وأولوية أيضاً لكن المواطنين التونسيين لا يقتنون في المناطق الخضعة لسيطرة الدولة السورية مواطنون منتشرون عبر التراب السوري ومن واجبين أن نقدم يد المساعدة لمواطنين ممن طلبوا مساعدة الدولة واجب الدولة يكمن في توفير ما يطلبه مواطنها ما هو تحليلك للوضع الحلي الذي تشهده العراق؟ نحن متفقون في القول أن الوضع حرج جداً بل خطير كنا نأمل أن نرى العراق وهو بلد عربي له تاريخه المجيد نأمل أن نراه ينعم بالاستقرار لكن الحال اليوم تجري على اتجاه مخالف لمن نطمح إليه أرى أن الوضع معقد اليوم يجب أن نساهم بكل ما أوتينا وحسب طاقة كل واحد مننا فقط من أجل استثباب الوضع فنحن نريد فعلاً أن يعمى السلام والاستقار في العراق هذا البلد الشقيق لنتحدث سياحة الآن أريد أن أشير إلى أمر على جانب من الأهمية كبير وهو أنه برغم الثورة التي عرفتها تونس وبرغم بعض التوتر الذي عمى البلاد وحتى في عز تفاقم الأزمة لكن لا أحد من السياح تعرض للأذى وأؤكد لكم شيئاً وهو أن تونس تدب فيها الحياة بشكل اعتيادياً فالجو جميل والحياة لم تعد بتلك القساوة ونحن لم نألو جهداً في سبيل تشجيع السياح للقدوم إلينا فنحن نتفهم فعلاً شوقهم وانتظارهم لكن أقول إن الأوان قد حان لأن يولوا وجوههم شطرة تونس فتونس مشتاقة للقياهم وسيجدون عندنا نعيم السعادة الذي تعود عليه في تونس التي لم تبخل به عليهم الأمر يرتبط إذن بالصورة وجولتنا الأوروبية إنما تحمل في بعض طياتها رسالة مطمئنة نبغي إيصالها وهي دعوة حارة لأصدقائنا الأوروبيين للعودة إلينا إلى تونس فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بتونس هناك مطالب لانتخاب رئيس بالإجماع بتونس هل أنت تدعم هذا المطلب؟ الدور المحوري الذي من الواجب أن أقوم به هو توفير الظروف المناسبة لسير الانتخابات على أحسن ما يرام على الأحزاب أن تجد صيغة تسير بمجابها من خلال سياسة التكتلات والتحالفات لاختيار الرئيس الذي يحضر بالإجماع ويكون المناسب للتونسيين وفي هذا السياق إنني أفضل البقاء على مسافة واحدة وأمتثر بسرامة لخطأ مهمتي حتى أنجز ما أصب إليه ضمن الدور المنوط دون التدخل في الأمور التي لا تعنيني مباشرة بسبب من الأسباب سيد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية هل ستترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ لا أنا غير مترشح لقد قررت انجاح المرحلة الأخيرة من المسال الدموقراطي فأنا أصوب كل اهتماماتي نحو هذا الأمر وأمره وبفضل مساعدة الجميع أن أنجح في مهمتي وهذا ما يمثل بالنسبة لأهمية القصوى في الوقت الحالي اشفاء من الجميع